أهم حاجة، وهما دي نقطتين، العنف، إصدراء العنف والاعتذار عن ما صدر ممن سبق، ممن يقدس حتى اليوم في البرامج الدينية والبرامج لما يقولوا عليه مثلا فؤال لا، إذا كنتم تقولوا مش عايزين مثلا نرحم نقول الله يرحمه على فلان وفلان يبقى نقول على فلان وفلان من اللي قالوا بالأتل وفتاة والدماء لا رحمه الله أنا ممكن أقول معاك لا رحمه الله وانتقم الله منه على ما فقفته وما فعله وما أضله العبلاد والعباد، فيبقى فيه ثقافة الاعتذار، ثقافة نبذ العنف الحقيقة هيسن بيقول فيه بنلغي موضوع المرتد، طبعا هو الغاء مش بجرة ألم أنا أرجو إنه هو يتلغى، لكن إحنا عندنا ركام رصيد ضخم من فتاوى كثيرة بتقول بالافتئات وما الافتئات، الكلام اللي قاله الغزالي وغير الغزالي فهذا موجود، إزاي إحنا عندنا عمال معاك أنا ما بعنديش يعني لو أنت فاكري عندي عصايا شحرية يعني نجيب محفوظ لما سأله يوسف القعيد في آخر أيام وقال له إيه شايف حل المشاكل المنطقة العربية فهو كان دمه خفيف ونجيب محفوظ قال له هو أنت فاكري أن أنا عارف ومستنيك تسألني عشان يجاوب يعني عارفه مش لو عارف حقول على طول يعني يعني لو عارف الحل الناجع يعني عندي مؤشرات معينة لو عملناها فيه أمل ما عملناهاش فيه أمل برضو بس هيتأخر يعني هيتأخر زي مهولفتي كان مهول كان رافض وكان عامل ميت مصيبة ومصيبة وبيقتله أساوسة مش حتى طبعا نهيك عن غير أساوسة من اللي هم المفكرين الأحرار والعلمانيين واللي حصل وحرقوا برونو برونو كان أسيس لما اتحرق فيه وسط مدار الربا وروحت يعني وقفت في المنطقة اللي اتحرق فيها برونو قلت له الفتحة فالراجل برونو قاتلت له كنيسة بعد كده اعترفوا بي قديس يعني اعترفت بيه الكنيسة ان برونو اللي احنا حكمنا عليه بالردة والإعدام وفقا للقواعد اللي هي الكياتوليكية قلنا والله احنا يعني احنا أسفين وكان غلطة كان البابا ساعتها كان طايش ولا كان شرب حاجة وعمل هذا القرار الأحمق احنا عاوزين كده احنا عاوزين مش نقلد بكاتوليك ولا نقلد ببوزيين ولا كذا كل ثقافة دينية بنت العصور الوسطى فيها اقصاء فيها كراهية فيها غل بل فيها غل لأهل المزاهب الدينية الأخرى اللي هي يعني لوما يقولوا اشهدوا اللي اهل الله محمد رسول الله ما بالك بقى اللي بيقولش ده هيطلعوا دينه يعني زي ده ما هو طالع أصلا فيبقى ايه؟ فيبقى الحل هو فين؟ في الخطوات دي ودي مؤشرات انا لا ألزم بها أحد بقول واللي عاوز يسمع يسمع واللي مش عاوز يسمع ايه؟ سيسمعه الله سيسمعه الله وسيسمعه التاريخ وسيسمعه المستقبل لأن الحاجة للتاريخ تدور وستدور يا إما ونحن فوقها يا إما نحن تحتها ببس شكرا جزيلا على استاذ احمد طيب استاذ احمد سعد مازال بيأكد على فكرة الاقتزار والتبرق من العنف ومن الاقوال والفتاوى اللي اتقالت ممن يمكن ان يكونوا بيمثلوا الازهر بشكل او باخر ايا كانت درجة تمثيلهم لهذه المؤسسة ايه رأيك استاذ كلمة واحدة بس اقولها لك عم هيسم قبل بتقولك كلمة واحدة بس لو يعني طلع قرار فصل لمستر مزروعة ولا مستر عمر عبدالرحمن وقرار فصل بات لم تتبرق من هؤلاء يا سيدي خلاص اجار المات والله رحمه نقول والله هذا يعني لو في عندنا نعمل فيه سجين نقول ده ملعون الافكار دي ملعونة ولا تمثلنا بصوت واضح قوي على الممبر شكرا جزيلا انا بقى تأذن لي استاذ احمد باني يعني يبقى فيه بعض بقى القسوة عليك بصراحة ذكر اسم عمر عبدالرحمن بعد اربعين سنة لا يمثل الا حالة افلاس شديدة عند منتقد الازر مؤسسة فيها مليون ولو الندوات اللي كان استاذ احمد بيحضرها من عشرين سنة كان بقول عمر عبدالرحمن واللي من عشر سنين بيقول عمر عبدالرحمن واللي من عشر سنين بيقول عمر عبدالرحمن وإلى قيام الساعة هيفضل يقول عمر عبدالرحمن انا مش عارف هذا الكيل بميت مكيال ده يعني انا دلوقتي مؤسسة فيها مليون في واحد منها ارتكب جريمة انت عاوز اتطلع بيان اعتذار طب خلينا بقى رغم ان انا مش موافق على كده لكن اجريك واخليك تمتشع في الخطف وتطالب الجيش المصري والكلية الحربية باصدار بيان اعتذار عن باقية قتلت السادات وتطالب كليات الطب في مصر بالاعتذار عن اخراج واحد زي ياسر برهامي خلي بالك كلهم ازاداتات روموندتين مش عزارية انت بتقول شيء غريب جدا وعاوز ناس تعتذر عن حاجات من قرون ومن هو مين اللي مش عزارية اللي هو مين لا ما يعني ما يعني ما يعني ما يعني يعني ما ياخدش هذا كل واحد قتل سرق انا ما بشوفش هم حد بيسرق من كلية الطب بن طالب كلية الطب ان اطلع بيان ايدانة له اللي بيسرق دا يتخذ على القضاء يحكمه اللي بيقتل يتخذ على القضاء يحكمه فمن يجي بقى على المؤسسة لازم اقارن ان اقل مؤسسة تعليمية في البلد طلعت ناس منحارفين الحراب فكري هي الازهر انا ما استعرض اسماء الجماعات الاسلامية وقادتها ولا ان بتوع الازهر دول بيمثلوا نصف المئة يبقى عيب ان انا اتكلم بالطريقة دي وانا بقول نصف المئة دي زي ما بسموها كده في منطق احترازا وقال له ما فيش ما فيش اهو هيفضل دي يقول لك عبد الرحمن ومزروعة عبد الرحمن ومزروعة اخد اسوأ جماعة يعني ابتلين بها في التاريخ جماعة الاخوان المسلمين مرشدوها مؤسسها الاول خريك در علوم مدرس خط مرشدها التاني بتاع حقوق ومحامي حسن الهضيبي مرشدها التالت حنمشى رسميا انه عمر التلمساني في واحد تاني يعني بيخفوه عمر التلمساني محامي مرشدها الرابع مصطفى مشهور بتاع ارصاد جوية اروح اقول له بتاع ارصاد جوية اعتزلهم ده مشهور ده له كتابات كارسية كتابات اسالة الدم اثروا في الاف وملايين الشباب اكبر بكتير من اثر عمر عبد الرحمن مرشدها الرابع محمد حبدة ابو النصر من زاوي الاملاك فلاح في منفلوت بدي انقبت الفلاحين تطلع بيان اعتزار مرشدها اللي بعد كده اه كان محمد نصر بعدين مصطفى مشهور مأمون الهضيبي محامي محمد مهدي عاكف مدرس العاب بدي كل التاريخ الرياضية تطلع بيان اعتزار عشان الريل ده اللي متورط في تاريخ من دمو من سنة اربعة وخمسين وافتخر انه روح حصر مطار القائرة عشان يخرج الهضيبي ورجع من دمشق الحالي بديع بطريق يعني احنا مش عالم ليه؟ ليه اش معنى هذين؟ عشان اللي مطلعها واحد نروح بقى الجماعات وتلاقي كلهم خرجين وعلى فكرة متركزين هم خرجين كل الجماعات المصرية بس متركزين فعلا في جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة المينيا وجامعة أسيط وجامعة الزئزي بدي هذي الجماعات الجامعات لان الازهر جامعة تطلع بيانات اعتزار انها خرجت لنا هذا الكم الهائل من الارهابيين والقتلاء وسفك الدماء واللي بنظروا الارهاب انا لازم فيه حاجة اسمها المشروعية المطالبة يعني بغض النظر المتفق مع الشخص في كلامه ولا لا عشان اقبله انا لازم اشوف عندك انت ايه رصيدك من هذا الامر يعني انا لما لقيتك قاعد فعلا كنت بتطلب هذه الجماعات باصدار بيانات اعتزار انا يعني حاجة محترم هذا الكلام مختلف مع وجهة النظر دي فكرة بيانات الاعتزار اصلا انما ما لايجي لانك عمرك ما كتبت مقال تطالب جامعة القاهرة بالاعتزار عن اخراج كل هذا الكم من الارهابيين وعاوز جامعة الازهر دي طلع بيان اعتزار عن عمر عبد الرحمن او عن التراث لا هذا هذا لا يعقل والقياس على الكنيسة الكنيسة كانت تحكم الازهر لا يحكم الازرم يزرح حكما بالاعدام على احد الكنيسة تحكم وتنفذ يقوم بالتنفيذ واللي بيقوم بالحرق واللي بيقوم بالاستنطق والتعذيب كلهم رجال الدين لاي لازهر في تاريخه اذا كان عندي بعض الرؤى الجاهدة وما لهذا الاجرام